اشتركوا في القناة في عام 1962 عندما تولى منصب محافظة حولي أما في عام 1978 تولى حقيبة وزارة الداخلية ثم تولى منصب وزير الدفاع في عام 1988 وفي عام 1991 عند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت وعودة الشرعية تم تكليف الشيخ نواف بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي عام 1994 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني على مدار تسع سنوات أما في عام 2003 عاد الشيخ نواف ليتولى حقيبة وزارة الداخلية وفي ذات العام صدر مرسوم أمري بتعيين الشيخ نواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وفي فبراير من عام 2006 أصدر أمير دولة الكويت أمرا أميريا بتزكية الشيخ نواف وليا للعهد ترجمة نانسي قنقر